الموعد الاقتصادي الصباحي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في اللقاء الدوري مع الصحافة الجزائرية إن الجزائر تخوض ثورة ويجب إنجاز المشاريع بوتيرة عالية رانا في ثورة سيتون ريفوليسيون شبا عين أكسيون أوردينار نورمال الشي اللي مدار يديروا في سنة لازم يديروا في شهرين ولا ثلاثة باحترام كل مقايز نازم نعاو نشوف الوسائل تحنا ونشوف الريتنة على العمل ونشغل الناس ونخدم الناس مشروع كبير يبقى مشروع كبير ما نطلق ليش بأمور هذا هو التفكير هذا نرافضه رافضه اللي عنا في بعد ما تعييت تفهم في الإخوان تفهم في المسؤولين اليوم العامل سيتروه فواويت تروه فواويت إذا كان بك ندير تحسابك تعسب أنت عتم نسواية عامل فيها ساعتين تراخي يعني خمسواية بينشير دير قرن بش توصل بك ندير تروه فواويت راك تربحت تربحت لو تلوتين الوقت اللي عطيتني هذا هو أنا رافض هذا التفكير هذا رافض لأنه فيه تجاريب للدهر رئيس الجزائري أكد على ضرورة دعم الانتاج الوطني وهذا لا يعني خلق النذرة ولوجد تقشف في الاستراد فيما يخص الاحتياجات اليومية للمواطن ومنع الاستراد لا يكون على حساب هذه الحاجيات النذرة غير مقبولة أولا لأن الانتاج موجود الانتاج المحلي موجود والانتاج المستورد مسموح به قلنا نتقشف في الاستراد إلا فيما يخص الحاجية للمواطن ما فيش تقشف هذه صرحت بها مرارا وتكرارا فيه التزامات بعض القطاعات يقول لك احنا السنة هادي نلتزم باش نربح ربعميات مليون دولار استيراد ما نستوردهاش نعم ما هذه مليحة بالصح بشرط ما تخلق لش أزمة أدوية لا استورد الدواء اللازم من هالي الانتاج متاعك يطلع ما تحتاج استيراد ديك حاجة أخرى معناه بالحاجية التعلمواطن مقضية بالاستيراد ولا بالانتاج الوطني ما موش معناه تخلق فراغ وندرة باش عام ولا عام ونص بعد يسدها الانتاج الوطني ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات عشية الجمعة بعد بيانات اقتصادية ومعترق بأفاق الطلب والمعروض من الخام وسجلت العقود الآجلة لخامي برانت القياسي تسليم شهر أفريل ارتفاعا بواحد فاصل خمسة بالمئة لتسجل ثلاثة وثمانين فاصل ستة عشر دولار للبرميل عند التسوية ليحقق عقد الشهر تهلي مكاسب أسبوعية بسفر فاصل اتنين بالمئة كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أفريل بواحد فاصل اتنين بالمئة عند ستة وسبعين فاصل اتنين وثلاثين دولار لبرميل لكنه سجل خسارة أسبوعية طفيفة تعادل سنتين أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عشية عمس الجمعة تقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة عشرة مليارات دولار منها مائتين وخمسين مليون لدعم البنية التحتيار للطاقة بالبلاد في مواجهة الحرب وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكن عن الأموار المخصصة للبنية التحتيار للطاقة في أوكرانيا إنها ستساعد هذه الأموال على إبقاء المدارس مفتوحة وتشغيل مولدات الطاقة في المستشفيات وتدفئة المنازل والملاجع في جميع أنحاء أوكرانيا قالت مديرة صندوق النقدية دولي كريستيلينا جوركايفا للسفت في اجتماع مجموعة العشرين إن هناك بعض الخلافات بشأن يعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة مضيفة أن حضر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون جزءا من المناقشات أضفت جوركييفا لا تزال هناك بعض الخلافات جريء الآن محادثات حول مائدة المستديرة لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جامعي الدائنين من القطاعين العامي والخاص أعلنت جمعية المصارف اللبنانية تعليقية ضرابها وفتح أبواب البنوك اعتبارا من الاثنين المقبل لمدة أسبوع وذلك عقب نحو الثالث أسابيع من الإغلاق احتجاجا على استدعاءات قضائية لعدد من مدراء البنوك وقالت الجمعية في بيان لها إنه تحسسا من المصارف الأوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية للمواطنين كافة في نهاية الشهر تقرر جمعية مصارف اللبنان تعليق الإضراب مؤقتا ولمدة أسبوع آخر خبر في الموعد الاقتصادي الصباح يمكنكم متابعتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر